نحن في مرحلة يجب على الحكومة العراقية إعادة هيكلة وإدارة الاقتصاد العراقي بشكل جديد يختلف تماماً عن ما كان طريقة السابقة في إدارة الاقتصاد العراقي نعم أتفق معك في هذه النقطة وأسمح لي أن نتوقف عندها لأنها هي ذات النقطة التي تحدث فيها البنك الدولي في تقريره الأخير الذي يخص العراق الذي تحدث صراحة بأن العراق يشهد أسوأ نمو في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2003 وكما تفضل في بداية حديثك منذ تسعينيات القرن الماضي وهذه التواريخ متقاربة قال نظرة البنك الدولي كانت للعراق ومستقبل العراق الاقتصادي قاتمة قال أن يجب هيكلية القطاع الاقتصادي بالكامل ولكن ذلك يتطلب وقتاً طويلاً اليوم نحن على مستوى رواتب الموظفين لا يمكن للدولة تأمينها إلا من خلال الاقتراض وهذا أيضاً يتطلب وقتاً هناك أمور لا يستطيع المواطن العراقي أن ينتظر هذه البروتوكولات وهذه القوانين وهذه التشريعات حتى يحصل على أقل حق من حقوقه وهو الراتب صحيح يعني موضوع الاقتراض الداخلي نحن تم من نقاش المناقشة الاقتراض الداخلي خلال الثلاثة أشهر الماضية نعم وتم الاقتراض ومبلغ كبير الذي تم الاقتراض وفي قانون خاص كما تعلم سيد منار عندما أقره مجلس النواة نعم صحيح ولكن ماذا كانت النتيجة لم تكن النتيجة سوى تأجيل لعملية إثارة الأزمة من جديد نتيجة أنه لا توجد حلول جذرية وحقيقية المشكلة الرئيسية والتي للأسف لا تستطيع الحكومة العراقية اليوم مواجهتها هي المصروفات التشغيلية العالية التي لا يمكن لأي مورد من موارد الدولة اليوم تغطيتها الكل يتحدث عن موضوع القمارق والضرائب ولكن هذه الأرقام لا يمكن أن تشكل أرقام حقيقية تعوض النقص الحاصل البطل على تقرير شهر أيلول لواردات النفط العراقية بلغت 3 مليار دولار بينما في نفس الفترة من العام الماضي 2019 في شهر أيلول كانت واردات العراق تقريبا 6.9 مليار دولار معناته أنه انخفضت واردات العراق بأكثر من 50% هذه الانخفاض بالواردات لا تستطيع أي جهة أخرى أي مورد آخر متوفر للحكومة العراقية اليوم من توفيرها بالسرعة المطلوبة الأمر السفر ترجمة نانسي قنقر